اشتركوا في القناة طمأنينة منك وغنى بك يا رب أعوذ بك من ضيقة في القلب وابتلاع الكلام وشعور لا يشكى ولا يفهم اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى علي من حزني اللهم إني أفوض أمري كله إليك جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة تسعة كانون الأول ديسمبر القمر موجود اليوم في برج الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان هو الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة عندنا أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها حكينا لغاية يوم عشر اتناعش بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبيسود جو من التوتر والعدوانية بحيث بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغن عنها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر اتناعش بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم ستعاش اتناعش بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وبرضو في عنا زاوية بطيئة اليوم ذروتها بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من النول من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات العصر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا رح تكون ذروتها الساعة ستة وثلات عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني برضو تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر بيتوجب توخي الحذر من من يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وثلات عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج السرطان يعني هاي الفترة اللي هي ما بين الساعة ستة وثلات عشر دقيقة لغاية الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة هي فترة خلو المسار فترة خلو المسار مثل ما دائما منحكي هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إتمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بيكون امتقل واستقر في برج السرطان عشان هيك منصير نشعر في هاي الفترة بقوة العاطف أكثر من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل عمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير لأنه طبعا بتكون حساسيتهم بأوجهة وممكن هذا الشيء يتأخذ على محمل مغاير في هاي الفترة بوسعنا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات أو أمور إلها علاقة بزراعة نبتة أو شجيرة لانتباه كثير لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية اللي رح تصير طبعا بعد الانتقال مباشرة هي ذروة الزاوية زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين المشتري اللي تأثيراتها من يوم 7-12 ورح تستمر لغاية يوم 11-12 ذروتها اليوم الساعة 12 و54 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش وهي ذاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا ما بيفشلوا في ذلك بالدل على مشاكل مالية ممكن تتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضو الميزان التجاري شوي ممكن يعرف بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية للمنتوجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون دروتها الساعة ثلاثة و 27 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذول الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بصير عنا نقطة الضعف المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والسفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة فيه طبعا هذول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا لأنه احنا بمراحل اكتمال القمر ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية وطبعا اليوم لأنه القمر برضو بده ينتقل لبرج السرطان فأي عملية لها علاقة بالمعدة زي القص أو عملية الربط المعدة فما بنصح فيها خلال هذا اليوم ولكن العمليات الضرورية والإضطرارية اللي ما في مجال لتأجيلها يعني تعمل في هذا اليوم إن شاء الله أنها بتمشي على خير أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن والجراحة فما بنصح فيها لأنه مراحل اكتمال القمر وعن خلوه مسار والقمر منتحس والزهرة منتحسة فما بنصح في هذا الأمر هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والحناء ومش الصبغ طبعا ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الأحد 11-12 بيبدأ فيه تمام الساعة 6 و 28 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 2 و 27 دقيقة عصرا بصير 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 الآن هي منتحسة بنسبة 50% بعد منتصف الليل بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية الساعة 11 ويوم 11-12 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 100% بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الخميس على الجمعة بصير منتحس بنسبة 80% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 60% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 40% المريق في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% وزحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في أمور السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن شوي بتكونوا عصبيي المزاج وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة ما بين المدن وبرضو ضبط الأعصاب مطلوب ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكم بين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما في ساعات الصباح وما بعد فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت حذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء طبعا اليوم بتكون كثيرة أو الالتزامات الاجتماعية بتكون عندك كثيرة وممكن أنك ما تجد وقء للراحة برج الثور بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط الميزانية من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تكون أمور إلها علاقة بفوتير، دفعات، الالتزامات، ترتيب وضع مالي أهم شيء تتجنبوا النفقات قدر الإمكان وانتبهوا على موالكم من السرقة أو الضياع والإسراء أما من ساعات الصباح طبعا تنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والانسجام اليوم ممكن تضطر لا دفع مبلغ طارئ من المال فعشان هيك بدك تحاذر على الأمور المالية وحاذر من إهمال وضع صحي وتجنب الإرهاق برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زال النشاط عالي جدا أو عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها طبعا بظل الجو ممتاز لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا التركيز بصير على الوضع المالي هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط ما تسمحوا للدفعات المالية بأنها تتراكم عندكم أفكروا بمنطق علجوا الأمور الطارئة فورا حددوا توجهاتكم الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ممكن اليوم يكون في عندك لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا الضغط عالي جدا عليكم بسبب وجود القمر في بيت المتاعب من الآن لغاية ساعات الصباح فما الإشي اللي بتشعروا فيه من انتعب وضغط يعني وتراجع بالصحة كل هذا بزول مع اقتراب ساعات الصباح من ساعات الصباح بتمتلق نشاط حيوية بتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها الأجواء داعمة وقوية ومثمرة خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بيظل النشاط عالي جدا ما بينك وما بين الأصدقاء واجتماعيا من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن زي ما ذكرنا يوم أمس حاولوا أنكما تفرضوا سلطتكم على الأصدقاء ممكن يصير سوء تفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء اضبط أعصابكما تتخذ القرارات لأن القمر بيقترب من بيت متاعبك في ساعات الصباح القمر رح يصير في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم وبتصير الفترة القادمة اللي هي طالما أن القمر موجود في برج السرطان هاي فترة ركود على جميع الأصعدة فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنكم ما تتغيبوا عن عملكم وبرضو ما تجازفوا وما تغامروا وما تدخلوا بأي شيء ممكن يسبب علامات استفهام أو مشاكل للكم أما من ساعات الصباح فطبعا رح تنشطوا بين الأصدقاء الأمور كلها بتصير تشوفها بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك وممكن اليوم تحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد واللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته وبرضو بتكن تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وخصوصا في الشوارع المفتوحة الأجواء ما زال فيها بعض الإيجابية اللي بتساعدكم من الآن لغاية ساعات الصباح على المستوى العاطفي وعام مستوى الاتصالات أما من ساعات الصباح فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل اليوم بتقدر تنظم وقتك وحاول أنك تنظمه بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدع أحد يثير إنفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات الصباح فمنكم أشخاص رح تهتم في بنك في ضريبة في تأمين أو في أمور إلها علاقة بسداد بعض الفواتير أو ترتيب أو ضاع مالية إلها علاقة بالزوج أو بالشراكة ولكن بتكون تنتبهوا من المصاريف للزيادة وحافظوا على أموالكم أما في ساعات الصباح فهنا بتنشطوا في أمور الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن اليوم يصلكم خبر سار من بعيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع من خلال هالمعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون في عندك نوع من أنواع الاتصالات البعيدة وممكن تتلقى تلتقي بعض الأشخاص حول طولة حوار أو نوع من أنواع التفاوض أو تعالج مسائل متنوعة برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعة الصباح فمن الآن لغاية ساعة الصباح بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بدكوا تنتبهوا لأن طاقتكم ما زالت ضعيفة حاولوا أن تضبطوا عصابكم ما تتخذوا قرارات وابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان أما في ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة دقق برضو بالتفاصيل عشان الأمور تكون لصالحك أكثر يعني فترة جيدة على المستوى المالي ولكن حاول أنك تبعد عن المصاريف لزيادة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن بده يبدأ بمرحل المقابلة فعشان هيك يحاولوا من الآن ولغاية ساعات الصباح تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وينتبهوا لصحتكم حاولوا تنجزوا أعمالكم وما تتسرعوا وما تفرضوا سلطتكم على زملائكم بالعمل أما من ساعات الصباح فهنا بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم ولكن القمر أصبح مقابلكم تماما عشان هيك تعتبر هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء تتجنبوا ردات الفعل العنيفة هاي فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث فبدأك تكون حذر وتنتبه بشكل جيد والقمر برضه في مقابلك تماما بيخليك مضطرب أو مرهف الحس وبتشعر بالارتباك والغضب لأقل تصرف يعني حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن لغاية ساعة الصباح لأجواء إيجابية وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكو ما بين أحد الأحبة أو ممارسة هواية يعني الأجواء جيدة أما من ساعة الصباح فهنا الخمر بيصير في البيت السادس بدكو تنتبهوا أكثر لصحتكم بتحاولوا أنكو تكونوا عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة وعندك نشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك التحاذب من بعض التقلبات الصحية وأيضا حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية ما تخلي أعمالك تتراكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل اهتمامكم إلى علاقة بالبيت والعائلة من الآن لغاية ساعات الصباح فبتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت زي ما حكينا ترتيب مناسبة اجتماع لقاء قرارات حدث عائلي بصير أو أعطال منزلية أو مصاريف زيادة لها علاقة بالبيت أو شؤون مالية ولكن من ساعات الصباح لأجواء تتغير بشكل ممتاز فبتزداد رابطكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور براوية مبتعد عن التعقيد وحاول أنك ما تفرض سلطتك على الأحبة ممكن تقلق حول أمر بيتعلق بأحد الأبناء أو أحد الأحبة اليوم فعشان هيك مطلوب أنك تضبط عصابك وحاول أنك ترفع عن نفسك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر